من يملك قوته يملك قراره مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ده بيمثل جزء كبير من قوت المصريين وأمنهم الغزائي وبيعتبر كمان أحد أهم مشروعات الدولة ضمن استراتيجيتها لتعظيم الفرص الانتاجية في مجال استصلاح الأراضي وأيضاً الانتاج الزراع أكيد كلنا تبعنا أمبارح افتتاح السيد رئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وحجم الانتاج اللي وفره المشروع من المحاصيل الاستراتيجية اللي بتساعد على تغطية احتياجات السوق المحلي وكمان خفض الواردات وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية ده طبعاً هيوفر لنا عملة صعبة هيزود فرص العمل حاجات كتيرة قوي هيضفها للاقتصاد المصري بكل تأكيد ولا نجي نتكلم بلغة الأرقام والإحصائيات بمناسبة طبعاً زيادة الانتاجية المشروع ده عمل إيه في أربع سنين مهم من الناس تعرف المشروع ده شغال بقى لوقت ديه وحتى الآن الإضافة لهذا المشروع انتاجنا من الأمح على سبيل المثال حوالي زوده لحوالي مليون ومئة ألف طن زود محصول بانجر السكر لأن كل دي المحاصيل مزروعة في مشروع مستقبل مصر بالنسبة لبانجر السكر بقى اثنين مليون ونص طن الضرا مليون وتقريباً برضو مليون ونص البصل كمان زود محصوله لتقريباً اثنين ونص مليون بالنسبة لمحصول بطاطس زاد لاثنين مليون ونص طن أعتقد أن دي أرقام كبيرة أو يا بسانت خلال الفترة دي أربع سنين فقط المحاصيل دي محاصيل استراتيجية يعني ما ينفعش نستغنى عنها احنا كنا بنستورد المحاصيل دي بشكل كبير جداً النهاردة لما بننتجه احنا بنوفر عملة صعبة كبيرة جداً فبالتالي احنا بنخلي الفلوس اللي كنا بندفعها لهذه المحاصيل لحاجات تانية يحتاجها المواطن كمان مشروع مستقبل مصري بيعتمد على الفكرة أو فكرة التنمية المستدامة يعني المشروع ده اتعمل له كل حاجة يحتاجها كل البنية التحتية على أعلى مستوى من توفير بقى مياه كهرباء شبكة طرق ده غير توفير كل مستلزمات الانتاج والزراع من تقاوي وبزور عشان يكون واحد من أكبر الكينات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكملية